شادا يفهم لا راديو كجيم اللي الحمد لله مقيداش نشوفوهم في المغرب هو الهبط الوالدة الدرجة الثالثة يعني الوالدة خارجة سنين شو المشكل اللي يقدر يوقع من اللي كتخرج الوالدة كتبقى خارجة السيدة كتنزلها وكتدخلها وكترجع أشنو المشكل هو أن العملية ديال التبول كتولي صعيبة يعني البولة ما تتبقاش تقدر تخوى هادي اللولة كيبدو البول كيبقى كيتجمع في الكيليتين بجوج دوك شنو تيوقع كيبدو الكلاوي كيتنفخو ودوك التيوات اللي نازلين من الكلي حتى هما كيتنفخو وسينين طويلة تقدر السيدة توصل القصور الكلاوي هاد الحالات قبل كانوا دبا الحمد لله مع التطور العلم مع الناس بدو كيمشوا عن الطبيب بزاف هاد الحالات قلالت بزاف السيدة تقدر توصل القصور الكلاوي لانسوفيزان صغنال يعني الكلي ما كيبقاش يشتغل يعني بدينا من الرحيم ننزل وصلنا حتى القصور الكلاوي هاد هو المضاعف الكبير اللي كيقدر نتوقع فيه سيدة الكبير ولف بعد الحين كينتعفونات ديال المساء اللي كدل بوليه باستمرار او لا تعفونات ديال الرحيم وديال عنق الرحيم حيث كيخرج من المكان دياله وكيكون عرضة للتعفونات نعم العلاج كيفاش كيكون العلاج واش فعلا بأدوية بعملية جراحية واش كل مرحلة والعلاج ديالها كل مرحلة والعلاج ديالها طبيعة الحال كين جوج ديال العلاجات كين العلاج بالترويد بالترويد ديالاش ترويد ترويد ديال العدلات ديال المهبل ترويد العدلات المهبل يعني الهدف ديالها هو تقوية العدلات المهبل اللي كتوقف عليها الوالدة الوسط النبولة القدام والمخرج اللور كين الحالات اللي كيقدروا يتعالجوا بهذا الترويد هنا كين الحالات اللي الترويد ما تعطيناش نتيجة كنوصلو الجراحة. نعم. الجراحة هي مو قنانة على حساب اشنو بغينا نعالجو واشنو هو المشكل واش المشكل غير في النبولة اللي نزله والرحم في المكان ديالو والعكس صحيح. واش الرحم هو اللي نزل ولكن نبولة في المكان ديالها. كتشتغل بطريقة طبيعية. ما كينش البول اللي كيف لت. يعني هنا الطبيب كيشوف شنو المشكل واشنو الطريقة العلاج اللي غنوصلو بي لنتيجة مردية. مردية. ايشن هي نتيجة مردية? هي ان الرحم يرجع للمكان ديالو. ان النبولة ترجع للمكان ديالها. والعملية ديال تبولت وتوليدوز بطريقة طبيعية. ما تبقاش النبولة تفلت. وهنا طبع الحال كينين انواع وانواع ديال العمليات جراحية. من المهبال من الفوق باللازر سيليوسكوبي. طبيب كي يعطي المعلومات كاملة وكي ساعد السيدة في اختيار طريقة العلاج. الانجاح والانجاح. كنشوفو ان السيدات يعني عارفين بالخطورة ديال هبوط الرحم اولا نزول الوالدة يعني من خلال الشخص عندكم اولا كتشوفو ان مازال الناس ما عارفينش جاهلي. ام الناس ما عارفينش اذا عمل الخطورة ولا الاهمية دل العلاج ديال هاد المشكلة. اهمية دل العلاج. بس سيدة عندها اعراض. كدين عند الطبيب مثلا مثل. طبيب كيقول لها سيدتي الوالدة نازلة مثلا درجة جوش. والنبولة هي كتنزل. وكان التبول اللي كنتسمعهم على من اللي كتبدل السيدة مجهود. يعني الحالات اللي العملية الجراحية كتكون واضحة. الترويد ما غير يعطيناش نتيجة. نعم. كين سيدات اللي كيتخوفوا من العملية الجراحية. ومتى تبغيش كتقول انا هنقدر نبقى بحالة هكذا مدة. ماشي مشكلة. هنا الطبيب كي يعطي المعلومة. كين الحالات فعلا لسيدات تقدر ما تفتحش. وما يوقعش لها مشكلة. تبقى المسألة مستقرة. في الدرجة جوج او لواحد. يعني التعقيدات ما غا توصلهمش. كين سيدات اللي لما وقعتش العملية الجراحية. التعقيدات والمشاكيل غا تكون اجيب اسرع. هنا الطبيب كي يعطي المعلومة ولكن اخذ بقى دائما. والكلمة الاخيرة للمريد. نعم. شكرا لك بزاف دكتور ناديم زيان اخي الصيف امرأة النساء وتوليد.